السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة مع شوف دحمالي الطبخ ان شاء الله كامل تكون ملاح وبساحة جيدة اخوكم دحمانوس يحيكم نهاركم مبارك ان شاء الله جزور مدعكم بالخير والهنا الفيديو تعلوم درت لكم فيه زوج ووصفات الوصفة الأولى راح تكون عبارة عن مملاحات ميني بورغر والوصفة التانية راح نديرو جناحتين بسلصان ميكسية سوصلوش تكون حراء ما شاء الله وبالنسبة لبرغر تاعنا بزاف هاي احنا راح نديروه مني وتقدروا تديرو الوصفات تاعكم تديروه كبير للحجم اللي حبيتو يعني تستفادوه من المملاحات راح يخرج لكم بزاف هاي الطريق ومفش فش ما عندي اما نقول لكم معا بنا اخيالي وديرو له الحشو اللي حبيتو انا درت صالات طومات ديقالة تبولياشي ولو فرومج وطبق تاني قلنا احنا نديرو جناحتين بسلصة حمراء سلصة ميكسية بالفلفل والمايز يعني بالنقطة غمص الفيديو تاع اليوم مهم بالبزاف هاي احنا منكم كامل ديرو نديجة وفرجة ممتعة للجامح بسم الله على بركة الله هنا اول حاجة راح نبدوه بالميني برقر واللي عاجينا بش خلوها ترتاح نحتاج ورطل تعال فارين عدنا تلتمية ميلي لترتاح الحالي راح احنا نحتاج وحبه تعال بيض كما را كنت شوفوا عندنا حاولي خمس ملعقة الزيت 15 غرام خميرة الخبز 10 غرام ملح وعندنا خمسين غرام سكر زوج ملعقة وعندنا زوج ملعقة مرقارين تكون طرية خمسين غرام هادو هما المقادر اول حاجة راح نجيبوه اللي ينتعنا راح نحطوه الكميات على الحاليب اللي يقولنا 300 ميلي لتر الناس اللي ما عندهاش لحليبو حابة تدير بالماء عادي لكن ضيف ملعقة حاليب غبراها هكذا بش يعود لهم الحاليب وهذه هي هنا بعد ما احطينا الماء اول حاليب مع هذيك الخميرة السكر نضيفو عليهم الزيت هذيك الحبيبات على البيض نجيبوه الفويت تعنا ونضربوهم جيدا وهنا بعد ما ندمجوه كامل هذيك المكوينة هنوش راح نديرو نجيبوه الكميات على الفارينة قنا الرطل وهنا عندنا الملح توجوه نحطوه بعد ما نحطوه الفارينة تعنا كل حاجرها واضحة هنا راح نزدو شوية على الفارينة ونخلوها ونقيد احد الجنو ويدينا لسقو راح نعاونو بها راح نبدو نعجنو اخفيف دريف الناس اللي عندهم البيترا ما راح مش راح يتعبو ميم هالطريقة السهلة تعلينا يعني كي تكون كميه قليلة اديروها ليه ليحفليان وتغسلوه بلا ما تشقيوا البيترا انتعكم هذا ما كان هنا بعد ما نطمو العجين تعنا اخفيف دريف هكذا يبديت لا ساخدوك عندما نديرو هذيك الكميات على الزبدة اهي اللي راح تعاملنا باش نطمو العجين تعنا بكل سهولة وهنا راح نحبطو العجين تعنا فوق البلون طرفين ودلكوه شوية نطمو العجين تعنا اراه هو هجد سهل ما هالطريق ما عندي اما نقول لك نحطوه فليان تعوه هنا بالنسبة لطبق تعنا قلنا راح نخدموه باجنيحة الدجاج هنا عندي واحد كيلو ورامتو ما تديرو على حسب افراد العائلة يعني تشوطوهم تغسلوهم تنقيوهم راح موجدين بالطبع راح نحتاجو حبة بصم قطعة ايمانسي زعيترا ورندو تلت فصوص تحت تمزوج فلفل ساعدنا ملعقة مصبرة ملعقة هالي ساعدنا توابل خاصة بالماريني ملعقة فلفل عكلي بملح وشوية تعذرة على ما يزادوهم المقادرة الطانيجرة اللي راح نخدمو فيها سبق لاني درتلكم طبق مكسيكي لكن درتلكم باطراف صدر الدجاج جنيحين بالجنيحتين ماشاء اللهم عالم اطلو عماندي ما نقول لك المرميطة تعنا زيت توجر نخله يسخون جيدا بعد ما نشوفوه سخن راح نحطو هذو الجنيحتين ونخلوهم يتقلوا غير بعقلوهم وهنا بعد ما اتقلوا ملاح مرة على مرة نقلبوهم ذوك وش راح نديرو نجيبوها هذا كلبصل اللي قطعناه شرائعها مع زيترا ورندو توم نحطوهم كيماراهم نغطيو عليهم ونخلوه هذا كلبصل اللي يدبال غير بعقلوه وهنا كما راكو تشوفوه بعد ما اتقلوا جيدا اللي بصل لها هذا كلبصل اللي راح يدبال مع هذا كلبليت لقريحة مع زيترا ورندو ماشاء الله هنحمسوهم هكذا خفيف دريف وكنجو اول حاجة وش راح نديرو الملح يعني الملح كمية على حساب الدجاج اللي عندنا نحطه هكذا الملح خفيف دريف بالنسبة للتوابل قلنا عندي توابل ماريني خاصة الى ما عندكمش توابل ماريني تقدروا تديرو شو زانجابيل شو يقصبر شو يكاري الدجاج يعني يديرو التشكيلة خفيفة مع هذا كلفلفل عكل اللي يعطينا اللون الاحمر ملعقة تعله هرسها ضروري باش سلصة تعنا الجحة الرصة الصاميكسية وتجيب علينا بالطبع ملعقة تعله مصبر يعني المكونات كامل راه هم جاهزين بالنسبة للجناحتين طياب الاهله يدخلهم رشة تعالي معدنوس وتتميلها كامل راهي محطوطة ذلك راح نجيبو الملعقة الخشبية ونبدو نخلطوهم كامل ونخلوهم يتقلوا غير بعقلهم عقدة باش الجناحتين تعنا راح يشربو كامل هادوك اللي زي فيس وهديك اللي بنا قبل لما نمرقوهم اخفيف دريف وهنا بعد ما تحمسوا وتجمروا جيدا نحن نجيبوه كمية تعالى معيني نحطوه كمية لابس بياقس ما توصل هادوك للجناحتين اخفيف دريف لاصوس تعنا بتكون شجارية بالزاف نخلوها تشربو وتعقد غير بعقلها التخليطة اخفيف دريفان نعودو نرجعو الغيطاء تعنا ونخلوها تطيب غير بعقلها وهنا بعد ما نشوف هذيك اللاصوس شربتو الجنش تعنا بدا يدخلو الطياب اللمسة الاخيرة راح نجيبوه الملعقة التحريكة اخفيف دريفان نجيبوه الفلفل تعنا استعملت زوج حبات احمره اذا كانت حبه حمره احبه خضره احبات شنية واش كانت توفر عندكم واللون اللي تحبوه يعني الاحمر فيه بالناس سبيسيال فالاخير راح نديرو رشة تعالما يزي يعني اللي ما يحبوهش يقدر يستغن عليه هو عادي في بلادي نزيدو رشة تعالما عدنوس النار تكون متوسطا نعودو نحطو الغيطاء تعنا ونخلو هذيك الفلفل يدبال غير بعقلو والطبق تعنا راح وجد على بركة الله وهنا راح نعملو للعجين تعنا بعد ما ارتحيان الانديقازي وهنا هبطو فوق البلونت رافاين نجيبو الميزان تعنا لموز ونبدو نقطعوه التشكيلات كامل على خمسين اغرام وهنا كما راح تشوفو بعد ما اكملناها نكمل شوية عالفارينا نستعينو بيها ونبدو نشكلوه في الميني بورجر تعنا كوايرات اخفية في هذه الطريقة السهلة مهلا نوجدو سنيوات تعنا التوجر نحطو لهم ورقز وبدو ملتحتها باش ما ينسقونا شنبدو نفاصوني بهذه الطريقة على الشكل الكوايرا كما راح تشوفو وبعد توجرهم فيني وهم مليح الواجهة الشابة تكون من الفوق والفيني سيوم راح تكون من تحت ابهات الشكل نكملهم ونعود الوليه وهنا بعد ما كملتهم كامل غطيتهم وخليتهم يرتاح وكاميرا كنت شوفو الديفلوبة وما شاء الله لك وش راح نحتاجو صافار حبة تعال بايد نضيفولو شوية تعال حالب ونحركوهم البنس والتعنا راهو واجدو وبنسبة لبورجر راح يحتاجو الجلجلان هذه طريقة سهلة مهلا لك راح ندهنو كامل حبيبات كاميرا كنت شوفوها قدم الفوق نبدو توجر بالسنيوة اللي وجدناها الاولى بالنسبة لفورتعنا تشعلوها الى 180 درجات تشعلوها الى كانت المرواحة تديروها بجد يتعاول لكم يطلع بكل سهلة هادية وخلوها تسخن نصف ساعة من قبل بعد ما اني طالي والبيت شوية تعال جلجلان كاملهم كامل ونعود نوليه وهنا كما راح تشوفوه بعد ما كملنا سنيوة تعنا الفورتعنا اراه سخن هنا راح نبدو نطيبو سنيوة الاولى سنيوة ثانية نخلوه يرتاح ونجو نشوفوه على بركة الله هادا هو البورغر تعنا اللي تحصلنا عليها الحباب كما راكم تشوفوه منظر وشكل بزاف هايل معليكم غير تعسوه فالطياب هادا هي فاش ما يتحمر لكمش بزاف انا كين حبيبات تحمروه بالزيادة يعني غفلت عليهم تماما ومن تغفلوش على سنيوات التوعكم شوفوش حاجي يجي خفيف قطني ما شاء الله هادا يخبيزها بقاتل اخرى شكلتها بهذا الشكل يعني ما شاء الله وهنا بعد ما افتحت كامل اللي مني بورغر اصطالتهم صالة طومات كي العادة والعويد من الفوق درتفره ماشطار تاني هادا هي ليحب ليصو سيد الريصوش عندنا غالة دوبولي على وزنة ثلاثين غرام دوخ نوري لكم تتبيه له كما راكم تشوفوه هنا عندنا كميات عداجاج المفرام وش راح نحتاجه لو عندنا الملح عندنا حوالي زوج فوسو ستاعدتو مني راح يعطي النكها بالزافايلة وبالنسبة لتوابيد راح نديرو غيل فلفل عكري وفلفل كحل وشوية تعزيت يعني دي قالت سنبولي اللي حبي يزيد لبصال والمعدن وسيقدر يزيد اللي حبي يخليهم هكذا يخليهم هكذا قلنا فلفل عكري فلفل كحل شوية تعزيت ونعجنوهم اخفيف دريفراهم وجدني يعني اللي قالت على البرغر ما نديرو لهم شو البيض وما نديرو لهم شو شابلور يعني هذا ما شيرولي ولا بودة ولا حاجة راح نديروها فرسي اللي قالت مدى بنا يبقى وتوجر ونكهاء تعالبولي والتقرية وفي المقلاة ولا تديروهم دي قالت كيما راح نديروهم حناية في البلاطون حمرهم في الفور هذيك راح تبقى عليكم هنا بعد ما نعجنوهم مليح نجيبو الوزن تعالى نوزنوهم كامل على ثلاثين غرام كيما راح تشوفو في صورة هامريك ليبولات تعالى من بعد راح نبلاطيوهم في السنيواء كيما راح تشوفو نشعلو الفور تعالى من الفوق ومن التحت ندخلوهم يتحمرو ونجو نستاليوهم على بركة الله وهنا راح نديرو لهم لافينيسيون نغلق كامل حبيبات تعالى نستاليوهم نجو نشوفو كل حاجة في النتيجة النهائية اذا كيما راح تشوفو خوتي خياتي رزيزة هنا وصلنا للنتيجة النهائية ليميني بورجر تعالى اراه موجدين تستفادوا من العاجينة خبيوها عندكم تخدموا بها وقت ما حبيته وبصحتكم هذه هي وبالنسبة لبوليميكسي كان يعني الطابق عادي خفيف وبنين ما شاء الله تعتغماس ما عندي اما نقول لك تبارتاجي وهل العائلة تعالى وتفرحوهم يعني غير بالججحتين وتديروا الطبق تعالى ما شاء الله ان شاء الله تكونوا تصفتوا من الوصفات وكل فيديو خفيف ذريف عليكم مع اخوكم دحمانوس اهنى ما بقى لينقول لكم غير بقواوا على خير وتهلوا في روحتكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام